من خزائن الأهد القديم وباللون الأصفر الباهت تظهر هذه المخطوطات المكتشفة سمومة وهمومة المخدرات في الحقب الماضية عبارات وحكم قديمة اختزلت معاني عدة لأخطار المخدرات تكريم المعيشة بتحريم الحشيشة تميم التكريم لما في الحشيش من التحريم رسالة في بيان طبيعة الأفيون خطها الأطباء والحكماء وأولي العلم بأيديهم ضمن مسائهم للقضاء على المواد المخدرة تكريم المعيشة بتحريم الحشيشة إذن الكلام بدأ عن أول جزئية من المخدرات اللي هي الحشيشة هذا من تأليف الإمام القصطلاني الإمام القصطلاني يتوفي 686 للهجرة وهذا المخطوط كتب في حياته سنة 677 للهجرة يعني من أكثر من 700 سنة بدأ التأليف في موضوع مكافحة المخدرات وهذا نظم شعري موزون تحتويه أيضا سطور مخطوطات نادرة فتكشف أشد الحروب المعلنة أنذاك ضد المخدرات في مجتمعات قديمة وجهت أقلامها وكتبها ضد المخدرات بأنواعها منذ ذلك الوقت وصولا إلى أخطارها التي ما زالت تنهش في أجساد ضحاياها حتى اليوم قيل تاريخيا أنه فرقة الحشاشين اللي كانت أيام صلاح الدين الأيوبي هذه فرقة باطنية معادية للإسلام وحاولت اغتيال صلاح الدين الأيوبي في تلك الفترة وتعيش في الجبال في سوريا هم أول من استخدم المخدرات وكانوا يتعاطون هذه المادة وبالتالي بدأت هنا الاهتمام في هذا الموضوع مخطوطات سلمت من تقادم العصور لكن قيمة بقائها ليومنا هذا تكمن في أنها هادفة في زمانها وزماننا بل تمنح وجه المقارنة مغزا آخر يجسده أسلوب المكافحة وتطور أنواع المخدرات في الوقت الحاضر طرحت علينا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرط الدبي المشاركة في هذا الموضوع تتبعنا المؤلفين الذين تكلموا عن مكافحة المخدرات فوجدنا 12 مخطوطة تقريبا بحوالي 7 إلى 8 مؤلفين من سنة 686 بدءا بالقسطلاني هي كانت أول مخطوطة وانتهاءا في القرن الحادي عشر والثاني عشر المتوكل بالله اليمني لانتشار نبتة القات في اليمن جولة بين رفوف خزائن الكتب والمخطوطات القديمة لم تغير في طبيعة المخدرات ومدارها شيئا بقدر ما كانت توثيقا حيا لمخاطر وأضرار المخدرات في كل زمان ومكان مصطفى سكحال اليوم على الحرة دبي إذن آفة المخدرات ستكون محور حديثنا في الستوديو مع دكتور علي حميد اختصاصي الطب النفسي في مجموعة دبي طبي أهلا بك سيدي معنا في اليوم على الحرة وكما تابعنا في التقرير وجدنا أن هناك طرق قديمة لمكافحة المخدرات إلى أي مدى يعكس ذلك خطورة آفة المخدرات على مر الأزمينة والعصور؟ شكرا جزيلا للإستضافة الحقيقة ما ورد تاريخيا يبين اهتمام المفكرين والأطباء والناس المهتمين بصحة المجتمع بهذه الآفة منذ ذلك الزمن أعتقد أنه ما كتب في تلك الصحفة التاريخية يمثل تطورا ورفاهية عقلية في ذلك الزمن بالمقارنة مع زمننا الحاضر لأنه موضوع المخدرات وموضوع مزمن وطويل وعلى مر العصور مما يؤسف له أن ما نمتلكه الآن من أدوات لم تحد أو لم تحد من انتشار هذه الظاهرة لا بل واستفحالها مع الأسف ومما يؤسف له أن موضوع الوقاية خير من العلاج لا يطبق في هذا الموضوع طيب يعني أكيد في أسباب تخلي يعني ظاهرة أو موضوع زيداء يزداد يعني إيه هي زي ما ممكن نقول يعني هل في أسباب نفسية واكتماعية من الممكن أن تجعل الشباب ينقرون وراء هذه الآفة نعم مما يؤسف له أنه موضوع العدوى وموضوع التأثر بالأقران هو موضوع هائل جدا في انتشار آفة المخدرات نشوف أنه أحيانا شاب واحد ممكن يؤدي إلى إصابة عدد كبير من أقران الصحبة السيئة تؤدي إلى انتشار هذه الآفة بشكل خطير غياب دور الأبوين والمدرسة حتى لأن الواجب الأبوين أن يراقبون من يساير ولدهم والمدرسة مع الأسف غافلة بشكل كبير لأنه المدرسة أصبحت تعلم ولا تربي والمدارس الثانوية والإعدادية انتشرت فيها آفة الاستخدام وتعاطي المخدرات أو الأدوية أو الحبوب اللي يحصلون عليها من السوق السوداء بشكل هائل جدا مع الأسف الإصابات هائلة معناها أنه لا المدرس ولا الأب لم يقم أحد منهم بتوعية الشباب بمخاضر هذا الموضوع المصيبة الأظمى في هذا الموضوع أنه الدخول في هذا الموضوع أو الدخول في الإدمان أو في التعاطي سهل جدا الخروج من عنده صعب وطويل وشاق ويحتاج إلى تعاون الجهات الطبية والأسرة والمدرسة والمجتمع طبعا لأكيد هناك دور مهم جدا وهذا يجب أن يؤشر في هذا المكان وهذا الزمان وخصوصا هذا الزمان الذي يشهد تعدد في الأشكال والأنواع للمخدرات يعني أكيد فيه تنوع في وسائل التوعية سواء من الأسرة أو من المراجع الدينية أحيانا بعض المدرس التي لديها رؤية ولديها حب لتربية ناش كبير لكن في المقابل هناك تنوع أيضا في انتشار تنوع موجود حقيقي وأصبح الآن موضوع الحصول على المخدرات سهل جدا بسبب وسائل اتصال حديثة آخر تقليعات الحصول عليها هو الحصول عليها التسوق عبر الإنترنت من مكانات بعيدة بالعالم وتهرب من خلال الطرود وصلت للإنترنت؟ نعم والتهريب من خلال الطرود البريدية إلى المستفيدين في أماكن بعيدة بالعالم طبعا هذا مأساة حقيقية وهذا يعني الموضوع يحتاج إلى هل هناك تفتيش في المنافذ القمركية؟ والله يظاهر أنه تعبأ بطريقة أو بشكل أو هناك نوع من التحايل في إيصالها إلى المستفيدين هذا يستدأي أن نفتح عيوننا بشكل واسع وأن نضع الموضوع تحت المجهر لدراسة أسباب استفحال هذا الموضوع نعم التعرض موجود سهولة الحصول موجودة غير الظروف الاجتماعية الظروف النفسية إيه؟ أحيانا عارفة أن حضرتك في كثير من المجتمعات العربية طلب الرعاية الصحية النفسية من الطبيب أو من المستشفى النفسي موصومة بالعيب وأحيانا بالتجنب كأنها وصمة عارفة لأنه يروح دكتور نفسي هذا حق عيب أوي كثير من من يعانون من الضربات النفسية أو من قلق أو من اكتئاب يلجأون أما إلى الكحول أو يلجأون إلى زملائهم الذين يجدون لديهم حلا سهلا وسريعا وهو الحبوب المهدوسة أو العقارات المخدرة أو الأدوية المسكينة إلى آخره فيعتقدون أن هذا هو الحل في بداية الأمر يعتقد أنه وجد الحل واستمتع بالتعاطي لكن بعد فترة قصيرة تبتلي تظهر الأعراض الجانبية والأعراض الانسحابية التي حقيقة تخرب حياة الإنسان تخرب عملها تخرب علاقاتها بالآخرين تخرب دراستها تخرب كل حياته وكثير ما نشوف في عياداتنا ضحايا بأعمار مبكرة أو أعمار صغيرة دخلوا في هذه الآفة وصعب الخروج منها والذي يخرج منها بنسبة كم في الماء بيرقع لها تاني المشكلة أنه هذا الموضوع مزمن يعني الإذمان هو آفة أو هو مرض مزمن قد يتعافى الإنسان أحيانا لكنه كثيرا ما ينتكس والانتكاسات أكثر أكثر كثير من التعافي نفتقر إلى المصحات نفتقر إلى الأدوية التي تعين الإنسان على إيقاف الكريفن نفتقر إلى تعاون الجهات الرسمية معنا نتمنى أن يكون قد وصل صوتك إلى المسؤولين مع دكتور شكرا جزيلا لك دكتور علي حميد اختصاصي أطب النفسي في مجموعة دبي أطبية كنت معنا في اليوم اشتركوا في القناة